قبل بدأت الحلقة بتمنى الكل ينشر المقطع بمنى انك انت قاعد وفاضي بتمنى تنشر المقطع اذا اعجبك بتمنى يعني حط لايك وانشر المقطع عشان يجى اكتر عدد ممكن من المشاهدات لان عنجات بتعب بالسلسلة هيا تجارب مينيكرافتية عبل ما اجيب لنا اشي هيك اشي اسطوري فش هتجابه من قبل وافرجيكم اياه وارضوا عليكم اترككم على المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سايب جيمر شكرا من مقطع جديد في تجارب مينيكرافتية اليوم راح نجيب يد ثانوس ولكن قبل ما نجيبها لازم نصنعها عشان نقدر نستخدمها لما يجي نصنعها بس انتو بتحتاجوه يا شباب اشي واحد تحميل العالم تحت بالدسكريبشن بتلاقوه نزلو وبتلاقيو كمان تحميل الرسلس باك عشان تستخدموه ويباين عندكم كل شي تمام وهلا لفرجيكم كيف نصنع اليد طبعا لما تجدوا تصنعوا اليد قبل ما تصنعوا اليد بتحتاجوا اشي واحد اللي هو تسوي الجوائر بتاعت اليد اللي بتكون باليد فيه جوائر صح؟ هاي الجوائر هي موجودة هون ولكن قد نفرجيكم كيف تنصنع اذا انتو مش منازلين العالم في عندكم اش واحد تاخدوا الالوان هاي واحد اينها ثلاثة اربعة خمسة ستة 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 الوان وتحتاجوا نظر ستار نظر ستار نظر ستار نحتاج منها كتير اوكي نحتاج ستاك يعني اوكي تمسكوا نظر ستار تزدتوا نظر ستار بتزدتوا اللون حلو بعدين تجي كمان مرة بتزدتوا اللون بعدين كمان مرة بتزدتوا اللون يعني كل لون بتزدتوا معاو حبة نظر ستار اوكي طبعا بتجربوا كل هذا على الكرياتف حلو؟ على العالم هاد لانه بس على العالم هاد رح يثبت معاكم عشان تقدروا تجربوا التجارب هاي اوكي؟ بعد ما تجيبوا الجواهر حلو؟ واذا ما بدكم تجيبوا الجواهر بطريقة هاي بتأخدوها من هون انا حطت لكم اياها بتحتاجوا كمان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� كل عليكم تستخدم الطاقة او الجوائر هاي الموجودة باليد او تستخدم القوة هاي الخارقة تاعتو كل عليكم تضغطوا حرف الف عشان تروح على اليد الثانية برضو كمان شغلة لازم تلعب على سناب شوت اخر واحد 18W 21A عشان يزبط معاكم طيب في عندكم كتير خيارات هون كل خيار الها قوة خارقة شكل اوكي اول اشي منجرب مثلا قالت الزمن هاي اول اشي نروح هناك نروح غاد نبعد شوي نريجي هون عن مهنطقة التجارب هاي في بلياد قوة خارقة على الجوائر موجودة هاي حلو كل قوة الها ميزة حلو دعنا نجرب ميزة ميزة او 2 من ال F3 نجرب اول اشي ميزة الوقت هاي شو تضربوا هيك حلو بعدها تضغطوا حرف الف هيك انتو اخذتوا الجوهر رتاعة الزمن او قوة الزمن او تختروها كل عليكم تسوو تضغطوا كليك يمين شايفين Лю بوقف الزمن شوي او بداختم دغطين الشي育 كليك يلد منتزا لن قوة الزمن علي هاي شايفين بتتحركوا هيك وقامهم جانبهم account خانوا هاي الشتيل هاي شايفين الاسلايم هاي باش بنص تضغطوا شايفين الزمن الموقف شايفين، فعلا خلينا نشوف الكوة الخارقة الثانية أو الجوهرة الثانية الموجودة باليد نضغط حفل F ونشوف فون في عنا هيا لا خليها بعدين خلينا نشوف هاي العين شايفين هاي العين؟ اضربوا زي هيك واضغطوا هيك هاي بتطويكم غير مرئيين شايفين؟ بتحول بيختفي بيختفي اللاعب ببينة وفيش حد بشوفه بعدين بنرجع شايفين؟ يعني برطوا بتصربيبان شايفين تين شايفين؟ برطوا بحيث هم يا علي؟ طيب خلينا نشوف الكوه الخارقة اللي بعدها اللي بعدها اللي هي تحت النار نضغط هيك برطوا تطلعوا حلينا شايفينorus الmother هاي تيجي حولينا سحف بتقود الب engineers هاي تلف حلعلنا تحت النار نضغط هيك نضغط هيك نوضر حلينا بس كل عليكم تضغطوا بب نأن قسمه كل اللي حوالكم راحيموت عن البشة смог من القليل برضو mir見tra rats النار بتروح صح؟ اول ما تضغط انا كليك تمام بتروح تستنى عليها شوية وقت عشان تشحن تعمل ريلود فهمين كيف؟ عم تعد تشحن هي الطاقة هاي عشان ترجع بتاعت الفاير اوكي خلا نشوف الميزة البعدة تضغط F ونشوف في عندنا هذا الصاروخ خدا الصاروخ انا لسه ما جربته ما شفت ايش هو بالضبط خلا شروف حبيبي اشوف كم مرة ايش بسوي والله تفجير اسبر تردنا بتاع انتيك أبلي والله تفجير اشي مش صحي طيب يا حبيبي خلا نشوف الكوة البعدة اشوف بس لان نجربها على السلايم والله السلايم اتنسف يا حبيبي اتنسف طب نشوف الكوة البعدة الكوة البعدة ايش؟ فعندكم هاي الذكاء ما بعرف اش هي بالضبط ولا بخلان نشوف اوه هاي الميزة العربته عربته شوفين ميزة هي شباب؟ اشوف اشوف هاي خلان خليها اخر اشي هاي خليانها اخر اشي بعدين بقلكم عليها. خلانا نشوف بتاعة الدرع هاي. بتاعة الدرع مميزة عن جد عن جد اسطورية هاي صديق. اوكي جبت الميزة هاي. ميزة هاي اسطورية. طلع طلع ايش بصير طلع. ايوه بروت و بضرب حلو. شفينها الضربة ولكن لازم نجرب هاي القوة بس لما يكون حوالينا زومبي خلانا نجيب لنا زومبي غياد ولازم يدمجوك الزومبي. بس اول اشي بلزمنا دروع. خلانا نقيم هاي. ونجيب لنا دروع ايرون. حلو. نجيب دروع ايرون ونلبسها لدروع هاي. طلتوا قام مود. سيرفايفر. حلو. رح يجيو هاج موك صح. لما يجي هاج موك شفين هاي التحت اللي هوا. هاي بتاعه بتشحن. لما تشحن خلها عليك استان. خليها تشحن كمانا كمان. بدي اياها تشحن بسير. هاي كريبر تفجر الله ياخده. اضربني. طعا بضع تكليك كمين. طلق اشي بسير. بنسب الكوة اللي هوا بتشحن فيه طاقة. لما يضربوني اياها. بتشحن الطاقة هاي. وبقدر استخدمها كمان عليك. خلانا نرسمي كمان زومبي كتير. والزومبي هادو خليهم يضربون. اضرب 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 يا حلاولا. اضرب اضرب. شفين هاي بتشحن كمان طاقة. بس تشحن فل. رح تيجي يعني كده هتحكي لكم الحماية قوية جدا 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 جدا. اقسم بالله اشي اسطوريه بدأنا اضغطا ايك وارحوصا ايك اعمل التليبورد اشي اسطوري عن جد طيب نضغط F كمان مرة ونفرجيكم هاي القوة الي هون هالكوة راح تكون يعني راح تغلبنا شوي شو بتسوي بس تلا خلا نروحوا قد نقرب على هذول الحصن تلا اشي بسو هاي القوة تيجي هون تضغط هيك كليل كبير كل الموجود هون بيجي عندك هون بقرب عليك شايفين كيف خلا نيجي هون خلا نحسرهم كمان مع بعض نحسرهم 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 اذا بدكم تفكوا الحشر تضغط بشف كنتوا بروحوا حلوه هلا نجيب كمان مرة هيك ايوه بيجي هون مع بعض متبطين اوكي يا شباب لهون نهاية الحلقة لا تنسوا اللعك والاشتراك في القناة وفي عندي لكم سؤال شو افضل قوة شفتوها انتو اقوى ميزة موجودة هون اكتبوا لي هاي هي تاعة الزمن هاي هي تاعة الفاير هاي الاختفاء هاي هالكوة التنكل كوة الدرع كوة الدكاء اوه ما نشرب لكم اياها هاي كوة الدكاء اخر واحد لتركوا رح نجربها طلعوا شايفين هذا مثلا الاسلايم هذا تضغط عليه كليل كمير بتصير انت الاسلايم بصير تتحكم بالاسلايم هات حلو بس خلا نجي نقيم لدروع نقيم لدروع هاي عشان ما نبينش اوكي بتصير انت تتحكم بالاسلايم هاتا شو بتصوي فيه يعني اذا بدكم تشكوا الميزة تاعتوا بس يضغطوا على الشفت طلع حتى السلايم صغير تتحكموا فيه تقدروا تصويوا ميزة تيجي تطلعوا زي هيك حلو وتقدروا تنتحوا بالميزة هاي يعني الميزة هاي باختصار تتحكم انت بالعدوي قدامك فاتمنى الحلقة اعجبتكم لا تنسوا اللايك بالاشتراك بالقناة كان معكم اخوكم سايب جيمر بعمان الله